اهلا بكم في فيديو جديد في الفيديو ده هنتكلم على طبيق خاص بي الوبراتينج سيستم شوية وهو المالتي ثريدينج في الحقيقة البلايلس هتكلم على اكتر من كونسبت خاصين بي الوبراتينج سيستم ده جسط البداية قايتها يعني الاكزامبلز هنشتغل بيها هكون عبارة عن سي بروغرامز هنطبق فيها المالتي ثريدينج ويќهالنهاردة عايزين نعرف بس يعني ايه ثريد او ثريده في اكسكيكيوشن احنا عارفين ان البروغرام بتاعنا نحن بنتابه يكون عبارة عن المين فونكشن لما بنعمله رانoh فبيكون عبارة عن بروس tierra مربع تطرينط يقول الصب Gang جمعها. ويه حاجة اسمها او مسار التنفيذ وهو ده المقصوب بكلمة عموما يعني. معناها خيط او مسار. ده بيكون مقصوب بايه? كل الخاصة بيه او الخاصة بيه زي ده اللي هو آآ آآ اللي خاصة بيه والهيب بردو خاصة بيه. فكل ما يخص الهيب زي ما قلنا من كنتاكست او استاك وهيب. وطبعا فيه شوية كنترول وستايتس بلوكس تانية. كل ده مع بعضه بيتسمى بتاع البروسس دايت. وهي مع البروسس دولة بيتسمو رانيج بروسس او شغالة بيحصل لها رانيج. وبردو عشان الامور تكون واضحة البروسس انا ايت تعرفها مرة ايثنك كتير. هي المسمة بتاع اكسكيوشن آآ او اكسكيوشن او او رانيج بروغرام. رانيج اكسكيوشن. عند المالتي بقى فيه قصة مختلفة جدا. في المالتي انا عمدي في النهاية يعني كل ده كده هو عبارة عن سنجل بروسس. ده بتاعها ده اللي انا كتبته فيه اللي راح في برضو. لكن في عندي اكتر من ثريد او اكسكيوشن. عندي اكتر من مصر تنفيز. كل واحد تيهم ليه الكنتاكست بتاعه يعني الستاك وليه الهيب وليه الكنترول عن ستيتس. انما الاتنين بيشير بيعملوا شير لنفس الكود سكشن. يعني انا ممكن اكتف في الكود بتاعي تو فونكشنز. واحدة تتنفس فيه اللي على الشمال واحدة تتنفس فيه اللي على اليمين. والاتنين يحصل ما بينهم. اللي بيحصل ان ال سي بيو بتاعي بيبدأ ان هو يعمل جمب باك ان فورث بتوين التو ثريدز اف اكسكيوشن دولة. لو انا بنفس مسلا الاولاني ده. فالكنتاكست بتاعه او ال سي بيو ريجسترز قيامها هي اللي بتتحطيه الفيزيكال سي بيو. والاستاك بتاعته بيكون هي الاكتف استاك والهيب بيكون هي الاكتف هي. وهكزا. طيب جيت انا بعد شوية البروستسر بيديها يعمل السويتش يروح ينفس فيه التاني. بنبدأ ان احنا نسايف الكنتاكست بتاعته ونسايف الستاك بتاعته ونسايف الستايتس وكل حاجة. ويبدأ الكنترول بتاعه السي بيو يروح ليه التاني. فالكنتاكست بتاعه هو اللي يتحمل على السي بيو ريجسترز. الستاك بتاعته طبعه هي الاكتف استاك والهي بتاعته كون الاكتف هيب. وهكزا. انما الاتنين في النهاية ممكن يكونوا عبارة عن تو فونشنز مكتوبين جوه نفس الاكسكيوشن بيعملوا الشير على نفس الكود اه. خلينا بقى روح نعمل بسيط. اه نحاول نوضح فيه الكونت ده بشكل اوضح شوية. وهنستغل طبعا الوين اي بي اي. لان الوين بيحصل هنا كله ده بيحصل باي الابريتنج سيستم. بتاع الابريتنج سيستم. فاحنا يعني ما بنعملش حاجة اكتر من احنا ايه? بنقول سيرفيسيز من الابريتنج سيستم عن طريق السيس كولز. وناخد السيرفوس Из ديت. نشدعه فاللو بنتعلم에 حاجة اسمها الون اي بي اي اي او بتاعت الوبرأيتنج ساستم ازاي بس ناخد السيرفوسيز منه. هينروح على .c فايل بتاعنا ونشوف اين موجود هناك. دا كده الصورس فايل بتاعنا اللي هو التست.c طبعا زي ما اقول لحنا هنستخدم الون اي بي اي او بتاعت الوبرأيتنج ساستم اللي هو الويندوز عشان نقول نعمل ساسكول وناخد السيرفوسيز بتاعت الوثريد ماناجمنت. كلام ده بيتم عن طريق هيدر فايل هو اللي جواه البروتو تايب بتاعة الفنكشن زدات اسمه windows.h. فنجل لازم اعمل بس انكلوجن للwindows.h. وانا هنا بقى باستراكت شوية حاجات. اه يعني الwindows.h هو جواه البروتو تايب بتاعة standard library functions هي بدورها بتاعمل السيس كولز. هو مش جواه البروتو تايب بتاعة السيس كولز مباشرة. يعني قدر نقول ان ما بين السي بروغرام بتاعة اللي انا بكتبه ده وما بين الـ operating system في زي هي two levels of abstraction كده. انا بقول الـ standard library function البروتو تايب بتاعها جوه الفايل ده. وهي بدورها بتاعمل السيس كولز تجيب السيرفس من الـ operating system. زي الـ thread management اللي هنعمله ده ده دي بقتي. هي يعتبر سيرفس وحيدة اللي هناخدها وهي create thread. ان انا ها carry the thread of execution. فالانكلوجن بتاع الwindows.h خلص. نعمل انكلوجن للـ story.h. وهنعمل انكلوجن للـ state-live.h. دي كده الـ hydros اللي احنا محتاجينها. زي ما قلنا الـ thread of execution هو ممكن ينفس function معينة في الـ code section بتاعي. فانا هعمل هنا الـ function اللي هتتنفس. خلينا نقول لها بتـ return void. انا هسميها thread code. ممكن نخليها تاخد argument. والargument بتاعها يكون عبارة عن pointer to void اسمه arg مسلا. هنيجي هنا. اه هنعمل integer اسمه value. ونخليه شيل القيمة بتاعة الـ arg. الـ arg ده pointer بيشاور على integer. احنا هزين ناخد الـ integer ده نحط جوه value. فنعمل dereferencing على الـ arg casted كpointer to integer. بالمنظر ده. يعني مش عايز اكون باجري بسرعة بس تفسير النقطة دي ايه؟ انا باخد الـ arg. الـ arg ده pointer to void. بعمل له casting كpointer to integer. بعد كده بعمل dereferencing على الـ result. ده كده هيدينا القيمة في النهاية. هنحطها جوه الـ integer value. وده اللي هنستخدمه. بعد كده هنعمل full loop. فقول له هنا into i. بزيرو. i live than 5. i plus plus. عايز اعمل حاجة بسيطة جدا. انا هقول له هنا printf. ممكن اقول له هنا كده lthread. او نقول له مثلا lthread value. ونطلع القيمة بتاعات الـ value. percentage d back slash in. ونبعث هنا الـ value. ممكن نعمل delay by one second فعمل هنا sleep one بعد كل print out statement. اللي sleep دي بتعمل زي كده. هي بتهولت lthread بتاعتي او بتعمل delay. طيب نكمل كده خلاص lthread code بتاعنا خلص. يعني ده كده الكود اللي هتنفس جوه lthread of execution اللي احنا هنكريته. اكي? احنا لسه ما كريتناش lthread of execution. ده just بس ايه. الفنكشن اللي لجول كود سكشن اللي هترانعلى lthread دوت. هنجي بقى نعمل المين فنكشن. فقوله هنا كده int main. parameter list void. جوه المين فنكشن. نريد نعمل حاجة بقى. هنعمل هنا integer. نسميه value ونحط جوه مسلا عشرة. دي حاجة. عايزين نكارية lthread of execution. احنا هنستخدم الstandard live بتاعة الwindows اللي هي create thread. وهي بتاخد مجموعة من البرامتر. طبعا description بتاعها موجودة على الweb site بتاع مايكروسوفت في support. هتسرش على lthread management on win API. هيجيب لنا الكلام ده. لكن انا هكتبها ببشرة من غير ما اروح على السايت. اول حاجة احنا عايزين variable يشيل ال id بتاع lthread اللي هنكاريتها. لان كل lthread of execution لي unique identifier. فهنعمل هنا حاجة اسمها lthread id. وهنعمل هنا handle. آآ handle by the way. ده data type خاص بالwindows. لو متعرف برضو في data types على الweb site بتاع مايكروسوفت. وهو عبارة عن pointer to void. يعني handle equivalent لي pointer to void. معمولة بتايب داف. اقول له انا كده handle. lthread handle. هو قصة الhandles معقدة شو عشان نفهمها بس هو اي object بيتكاريت آآ يخص الwindows بيكون موجود له حاجة اسمها handle. handle the pointer بيشاور على حاجة معينة في في blocks maintained by windows بيقدر من خلالها يوصل للobject ده ويتحكم فيه. مش مهم التفاصيل اللي نفهمه بس ان احنا محتاجين thread handle عشان يهندل اللي احنا هنكريتها ديت. وبعد كده هقول الفونكشن بتاعتي اللي هي create thread. create thread بقى البرامتر list بتاعيها طويلة شوية. اول حاجة تاخد pointer لحاجة اسمها security attributes بتاعتي اللي thread ديت. يعني الthread دي تقدر تعمل ايه? وما تقدرش تعمل ايه? احنا مش مهتمين فهنديها null. وطالما null فهو الwindows بيشغلها ب default security attributes. طيب بعد الكلام ده محتاجين ايه? اه محتاجين شوية pointers كده. خلينا نروح نبص على بتاع الفونكشن ان هو صعب ان هو يتحفز بصراحة. اه احنا عندنا هنا وده احنا نعمله null. بعد كده عندك الجميل جدا. الجميل جدا. ده انت بتعمله زير لو انت عايز تشغل بالدفولت. نرجع هنا تاني. بعد كده عندك ال start address. دي الفونكشن اللي انت عايز تعمل لها execution. مين اللي هنعمل لها execution? اللي هي الthread code. فهنبعس الفونكشن دي هنا. لكن هنعمل casting الحاجة اسمها lb thread start routine. وده برضو data type خاص بالwindows متعرف فيه type df. لازم نعمله casting قبل القول. ونبعس هنا كده الthread code. دي الفونكشن بتاعتنا. البرامتر اللي بعد كده. هو اللي انا هعمل له. يعني زي ما قلنا. احنا عندنا هنا الthread code هي بتاخد برامتر. فلازم نبعس البرامتر ده جوه create. فنيجي هنا البرامتر اللي بعد ال start address هيكون الادرس بتاع ال variable value. البرامتر اللي بعد كده حاجة اسمها الcreation flag. الcreation flag ده بيقول امتى بتاع هيبدأ. فاحنا هندي له zero عشان احنا عايزين execution just after creation. بنجي نقول له zero. اخر حاجة موجودة وهي ال variable اللي هيشير الthread id. لازم نبعس الادرس بتاعه هنا. فاحنا اسمينا بالفعل thread id. وهنبعس الادرس بتاعه. يبقى احنا كده ايه? اللي عملنا حتى الان احنا عملنا الthread code. عملنا هنا thread id عشان نشيل الthread id. والفعل عملنا له passing. عملنا call ال when API function اللي هي create thread. اللي هيكريت لنا. الthread of execution. طيب نكمل. عايزين بقى احنا نعمل ال main thread of execution. يبقى احنا كده هنcreate thread هتنفذ الكلام ده. فين بقى ال main thread of execution اسطا. اللي احنا بدأنا فيها بالفعل وعملنا الكلام ده. نعمل هنا كده. او حتى ممكن تكون for مش لازم while. اقول له. ايه. 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 اعمل حاجة بسيطة برضه. اقول له هنا كده printf. ال main thread. backslash n. وعمل هنا كده sleep one second. خلينا بقى نقول الكمبيلر. ندلو السورس فايل لو test.c test.exe. في عندنا شوية مشاكل هنا. نسينا نعمل نسينا نعمل كاستنج. نسينا نعمل كاستنج لي الفاليو ديت. بارز نخليها بيدابل وورد. نفس الكلام هيحصل هنا في ال thread id. تعايزو pointer pointer to double word. اوكي هو اخر حاجة بيقول implicit declaration of the sleep مش مشكلة. بي ذوي هو بي double word هي pointer to double word. والدابل وورد في ال windows هي الانتجر. هي unsigned انتجر. فpointer to double word هي هي pointer to integer. لكن هو بيتشك على الباسنج تاع الارجيمنتس. فلازم نعمل كاستنج واحنا بنباس الارجيمنتس بالشكل ده. خلينا بقى كده نأكسيكيوت. هلأ اللي بيحصل ايه? ال main thread. بعد كده thread value بعشرة. main thread thread value بعشرة. هلأس ان كأن في اتنين بيعملوا execution imperial. يعني دي جواها loop ودي جواها loop. فإن اللي بيحصل. اللي بيحصل لانا عم نعمل switching back and forth ما بين ال for loop ديت وال for loop ديت. طبعا هي هي يعني by chance او حاليا ما فيش اي synchronization ما بين ال two threads. فهي بتحصل كده بالصدفة. اه والله ديت بتعمل execution هي by statement. اه دي مسلا بتعمل wait او بتنتظر i o operation. ممكن يروح ينفس ثلات ويخليها هي تعمل او بتطلع من thread وكذا. فهو شغل ينتقل ما بينهم رايحة جاي بشكل عشوائي. بجان خلصنا دي مسلا بشكل عشوائي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.